السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم الجديد في قناة أسرار عالم الزراعة إذا كنت تشوف هذا الفيديو لأول مرة أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد موضوعنا لهذا اليوم هو صنع تربة خفيفة تصلح لزراعة جميع النباتات والبذور من غير أي تكلفة وهي باستغلال أوراق الأشجار المتساقطة التي تتساقط على الأرض أفضل مما أنه نجمعها ونرميها في الزبالة بإمكاننا استغلال هذه الأوراق وصنع تربة خفيفة تصلح لزراعات جميع النباتات تربة البيتموس هي عبارة عن أوراق متساقطة تتكون في الغابات تبقى متراكمة تتخمر وتتحول إلى بيتموس هنا أنا رح أندي كمية كبيرة من هذه الأوراق بإمكاني جمعها وصنع تربة خفيفة لجميع النباتات خليكم مياي خطوة بخطوة هنا أنا بعد ما جمعت هذه الكمية من الأوراق رح أضعها داخل كيس بلاستيك أسود أو ممكن وضعها في برميل كبير أو علبة بلاستيك كبيرة ونعمل فتحات من الأسفل حتى ينزل الماء الزائد عند ترطيب الأوراق مع التقليب المستمر هنا أنا عندي بعد ما جمعتها داخل هذا الكيس مثل ما أنتوا تلاحظون في الفيديو الخطوة الأولى هنقوم بترطيب هذه الأوراق مع التقليب المستمر كل يومين أو ثلاثة أيام نقوم بهذه العملية إلى أن تتحلل معنى كل الأوراق اللي موجودة عندي داخل هذا الكيس بهذه الطريقة بعد الترطيب نحكم إغلاق الكيس إحكام تام من الأعلى حتى تتحلل معنى كل الأوراق ونضعها في مكان مشمس المكان المشمس يساعد على تحلل الأوراق أرجو دعم القناة بوضع لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة تشجعكم إليم نحن الدعم للمواصلة معكم بكل ما هو جديد ومفيد ويشجعني على تقديم الأفضل بعد سبوعين بلشت الأوراق تتحلل عندي طبعا نقلبها بين فترة وأخرى مع ترطيب الأوراق هذا الشكل نضيف أيضا الماء ونستمر بالتقليب كل ما نضيف الماء نقلب الأوراق مرة ثانية من الأسفل إلى الأعلى حتى تتحلل معنا كل الأوراق ونستمر بهذه العملية إلى أن تتحلل جميع الأوراق بإمكاننا أيضا إضافة لحاء أشجار مع الأوراق أيضا تتحلل مع بعض ونحصل على تربة خفيفة بعد أربع أسابيع من وضعنا الأوراق في الكيس مع الترطيب والتقليب المستمر بين فترة وأخرى تقريبا عندي هنا الأوراق كلها تحللت بعد ثلاثة أشهر من وضعنا الأوراق داخل الكيس البلاستيك مع الترطيب والتقليب بين فترة وأخرى حصلت على تربة البيتموس الخفيفة التي تساعد في إنبات البذور والنباتات بإمكاننا استخدامها لجميع أنواع النباتات سواء كانت النباتات الداخلية أو النباتات الخارجية بإمكانكم اختصار الوقت وطحن الأوراق ووضعها داخل الكيس أو البرميل تسرع من عملية التحلل الضروري ووضعها في مكان مشمس حتى من تحصل عدنا عملية التبخر تساعد في تحلل الأوراق بإمكاننا تسميدها ببعض الأسمدة الطبيعية واستخدامها وزراعة النباتات فيها ملاحظة صغيرة يجب استخدام الأوراق الخالية من الأمراض والفطريات والحشرات أرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم وأرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته